الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين عليا ولي الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار صدق الله العلي العظيم حقا حقا نحن مدللون حقا نحن مدلعون جدا جدا من بين كل البشر هل تجد شخصا واحدا مهما كان كريم النفس مهما كان جوادا يقول لك أنت تكلم بكلمات أنا أرسل لك أسطولا مئات من البشر ليعينوك في مهمة أي أن كانت لمجرد أنك تتكلم بكلمات من دون وجود أي مقابل من دون وجود أي فائدة له لا فائدة ماظوية لا فائدة مرجوة مستقبلية فقط أن تتكلم بكلمات أنا أرسل لك أسطولا يوجد هكذا شخص الناس لو تكلمت بآلاف الكلمات من دون وجود مقابل من دون وجود فائدة دنيوية أو أخروية لهم لا يرسلون خادما واحدا لك أنت تقول كلمات أنا أرسل لك خادما لكن الله سبحانه وتعالى يقول أدعوني أستجب لكم يعني ماذا أدعوني أستجب لكم يعني أنت تكلم بكلمات الدعاء ما هو الدعاء يعني أنت رفعت جبلا أنت صرفت طاقة جسمانية كبيرة لا كلمات الدعاء ما هو كلمات يقولها الإنسان بلسانه وما أسهلها الله عز وجل يقول أستجب لكم أستجب لكم يعني ماذا أب الله عز وجل أن يجري الأمور إلا بأسبابها أستجب لكم يعني فورا يخلق الله عز وجل شيئا لك لا يعني يرسل أسطولا مئات من الملائكة آلاف أكثر من آلاف من الملائكة يرسلهم لينفذوا هذا الشيء الذي قلته بلسانك أنت تطلب من الله عز وجل أن ترزق ولدا كم ملك يعمل حتى يولد شخص مولود ألف ملك عشرة آلاف مئة آلاف لا أعلم بالآلاف تمهيد مقدمات للمرأة تمهيد مقدمات للرجل إلى أن يقع الحم الجنين في بطن أمه في كل يوم هذا المقدار الذي توصل إليه البشر في كل يوم الجنين يخطو أكثر من مرحلة في كل يوم والمراحل أكثر مما يعرفها البشر هذه المراحل ينقل الجنين من مرحلة إلى مرحلة من؟ ملك ملائكة تنقل هذا الجنين في كل يوم كذا مرحلة ملائكة تبعد الآفات عن هذا الجنين تبعد ملائكة أخرى تبعد بلايا عن هذا الجنين إلى أن تنتهي الفترة يولد مولود أنت قلت كلمات بلسانك كم ملك الله عز وجل سخرهم لك؟ عشرة آلاف أكثر لعله لكي تعطى ما تعبت لسانك قلت كلمات فقط كل الحوائج هكذا كل شيء في الدنيا هكذا الدنيا نظام متكامل نظام عجيب جدا أنت عندما تطلب من الله عز وجل مالا قليلا أطلب من الله عز وجل دينارا واحدا تعلم كم من الملائكة تعمل إلى أن يصل هذا الدينار لك؟ أصلا كيف وجد هذا الدينار؟ مراحل وجوده وهذا الدينار الله عز وجل كل تلك المقدمات إلى أن يوجد هذه الثروة توجد إلى أن تتبدل هذه الثروة إلى دينار إلى أن ينتقل هذا الدينار من أيدي إلى أن يصل لك كثير من الناس الذين تنتقل عنهم أموالهم لا يستفيدون من هذا المال هم في الواقع واسطة من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون واسطة إلى أن يصل هذا الدينار للشخص الذي يلزم أن يصل إليه كم مرحلة تطوى بسبب هذا الدينار أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك رغيف خبز خبز واحد كم من المراحل تطوى إلى أن يصل هذا الخبز لك تأكله هنيئا مريئا كم مرحلة لحسن نتمكن أن نحصيها هذه المراحل ملائكة تعمل جمادات تعمل بصورة لا اختيارية الملائكة طبعا تعمل بصورة اختيارية جمادات تعمل بصورة لا اختيارية هذا القامح الذي يزرع إلى أن يطوي أو تطوي هذه الحنطة مراحل إلى أن ينبت بعد الإنبات مراحل إلى أن يتكاثر تكون مجموعة تكفي لخبز واحد لك كم مرحلة آلاف المراحل أو أكثر قطعا أكثر لأجل شيء أنت قلت بلسانك اللهم ارزقني خبزا كلمة قلتها كل هذا لأجل أنك قلت كلمة وهو غني عنك أنت تنفعه لا يحتاجك لا لك فائدة بالنسبة إليه عز وجل كلا وألف كلا تعرفون هكذا مولى كريم والعجيب العجب العجاب أن بعضنا يتكاسل حتى عن الدعاء يعني الله عز وجل يسخر لك آلاف من الملائكة في مقابل أنك تقول كلمة أنا أتكاسل بعض الناس يتكاسل حتى عن أن يقولك كلمات أوه من عند خلق يدعم كأنه يريد أن يرفع الجبلة كم البشر أو من البشر وناس تنابلة متكاسلون هذا الشخص حقا لا يستحق أي شيء ولذا الله عز وجل يقول يقول ما يعضأ بكم ربي لو لا دعاوكم أنت بهذه الدرجة من التكاسل لا تستحق شيئا أصلا أنت أنت لا تتعب نفسك وليس فيه تعاب هو من الصبح إلى الليل ساعات وساعات يتكلم كلاما فارغا من دون وجود أي فائدة له لعل الكلام يكون ضارا كل ذلك عادي يريد أن يدعو خمس دقائق وهو من عند خلق شلون صعب وفي مقابل الدعاء هذا العمل الكبير الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لا هذه جهة جهة ثانية كثير منكم رأيتم أطفال الطفل أحيانا يطلب من من حوله من أبيه من أمه من أخيه الأكبر من 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 حوله يطلب منه أشياء الآن وهذه الأشياء تحتاج إلى مقدمات هو لا يفهم المقدمات أصلا الطفل يقول لمن حوله لأبيه لأمه لمن حوله أريد الآن أخلي أخ أصغر مني الآن أريد أن يولد لي أخ لعلكم سمعتم من بعض الأطفال هكذا طلب الآن تقول له القضية تحتاج إلى مراحل أحيانا المراحل تطول سنة أحيانا سنتين مراحل تهيئة للأم تهيئة للأب أمور يلزم أن توجد في جسم الأم توجد في جسم الأب غير موجودة بعد ذلك عندما يحصل الحامل الحامل يحتاج إلى تسعة أشهر القضية تحتاج أشهر أو سنوات أحيانا إلى أن تتهيئ المقدمات لا الآن أريد لا يفهم وضح له المعادلة لا يفهم طفل أمره سنتان ثلاث سنوات لا يستوعب بنت أمرها أربع سنوات خمس سنوات أصغر ترى أمها ولدت تقول أنا أريد أن ألد القضية تحتاج أكثر من عشر سنوات لا تفهم هي ولدت أنا أيضا أريد أن ألد طلبات الأطفال تعرفونها تعرفونها تقول له أو لها هذا الطلب يحتاج إلى مراحل لا يستوعب نحن الكبار بعضنا أحيانا نطلب مثل الأطفال الآن أريد يا أخي القضية تحتاج إلى مراحل أنا لا أفهم المراحل هذا ليس معناه أنه لا توجد هناك مراحل توجد هناك مراحل بالضبط مثل أولاده بالضبط مثل أي مثال آخر لا 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 الآن أريد الآن ونعتذر لطلبنا بماذا بأنه الله عز وجل قادر على أن يصنع كل شيء الله قادر على أن يوجد مخلوقا يوجد أخا لهذا الطفل في ثانية واحدة وقد صنع قضية عيسى بن مريم مشهورة فترة حامل عيسى بن مريم لعلها كانت دقائق لا أعلم فترة قصيرة جدا كل تلك المراحل طويت نعم الله قادر ولكن لا يصنع بصورة عامة هذه استثناءات لظروف خاصة يعلمها الله سبحانه وتعالى الحامل إذا أنت تريد أن ترزق ولدان هو يريد أن يرزق أخان القضية تحتاج مراحل ندرك أن القضايا في الكون تحتاج إلى مراحل مرتبطة بعضها ببعض تحتاج إلى مراحل إلهي أريد أن يهلك الطاغوت الفلاني الظالم للناس الآن ممكن المقدمات بعده لم تتهيئ انتظر لماذا في معادلاتنا التي ندرك أننا لا نعرف من معادلات الكون إلا أقل من واحد بالمليار واحد بالمليار زائد علينا كم من معادلات الكون نفهمه له شيء لا شيء صفر ندرك ذلك ولكن عندما نريد أن نطبق هذا الشيء فيما نريده في طالباتنا لا نفهم لا لا الآن أريد أنت أد ما عليك أدعوني هذا واجبك أستجب لكم هذا مرتبط بالله سبحانه وتعالى ليس مرتبطا بي وبك أنت أدعوني ألح في الدعاء الإلحاح يعني الإكثار من الدعاء مرة وراءه مرة أخرى مئة مرة ألف مرة عشرة آلاف مرة قل أطلب أدعو الله سبحانه وتعالى وعينك على لطف الله سبحانه وتعالى كيف الله عز وجل يرتب المقدمات هو يعرف أنت عليك أن تطلب ما تحقق مطلبي في اليوم الأول واليوم الثاني والأسبوع الأول والشهر الأول أدعو الله عز وجل الأمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجلا دعاء دعاء صيغة فعال يعني كثير الدعاء في القرآن الكريم هذا الشيء مذكر بالنسبة إلى إبراهيم عليه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام إن إبراهيم لحليم أواه يعله في آية أخرى إن إبراهيم لأواه حليم أواه يفسر بكثير الدعاء أنت أدعو الله أكثر أصلا هو المفروض أن الإنسان يملأ حياته بالدعاء من الصبح إلى آخر الليل يدعو الله عز وجل هذه عادة حسنة أن الإنسان يدعو يطلب باستمرار في حياته العادية في البيت في المحال في السوق في المسجد في الحسينية في أي مكان كان أطلب من الله عز وجل أشغل لسانك بذكر الله أشغل لسانك بالدعاء قل اللهم صلى على محمد وآله محمد هذا دعاء اللهم صلى على محمد وآله محمد قل اللهم عجل لوليك الفرج دعاء هذا طلب أكثر من الدعاء مطالبك أطلبها باستمرار ألف مرة لا تتعب أنا عيني على لطف الله الله كيف يرتب هذه المقدمات لأي فترة لا أعلم أحد العلماء في أيام طفولته وبتلي بمرض يبدو مرض خطير أخذوها إلى الأطباء الأطباء أكدوا على أنه خلال أيام هذا الطفل سيموت كانت له أخت مؤمنة صالحة متقية كثيرة الدعاء كثيرة الأعمال الصالحة قررت هذه الأخت أمرأة صالحة كانت جدا تتجنب المكروهات نائية عن المحرمات قررت أنها تدعو الله عز وجل إلى أن يحدث أحد أمور ثلاثة إما أن يموت هذا الطفل خلاص الدعاء لشفائه لشفاء هذا الطفل إما أن يموت خلاص أو يشفى أو هي تموت أنا مستمر بالدعاء لشفاء هذا الطفل إلى أن أموت أنا إذا ما شفي أو هو يموت أو يشفى أدعية مختلفة أشكال من الأدعية كانت تسأل من العلماء ممن حولها كيف أدعو بأي طريقة أدعو في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث ما كفيت الطفل مريض وأسبوع شهر عشرة أشهر كانت تدعو الله عز وجل إلى أن شفي هذا الولد ببركة الإمام سيد الشهداء صلى الله عليه في قضية اللهم صلى على محمد وعلى محمد أنا دعوت أسبوع شهر بدون فائدة أتعب لا عشر سنوات أدعو الله عز وجل في حاجتك أين كانت حاجة طبعا محللة عينك على لطف الله عز وجل أنت أكثر أنت أدعو الله عز وجل إلى أن تتهيئ المقدمات إلى أن تتهيئ المقومات ترفع الموانع قضايا كثيرة تعرفونها هذه جهة ثانية جهة ثالثة الكثير منكم ولله الحام تشرفتم إلى مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المشاهد المشرفة الروضات المطهرة من آداب الزيارة أنك قبل أن تدخل إلى الحرم الشريف تستأذن إذن الدخول أن تدخل إلى هذا الحرم الشريف هذا المكان المقدس إذن دخول مذكور طبعا أدعية مختلفة مذكورة من جملة العبارات الواردة في إذن الدخول إلى المشاهد المشرفة للأمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أنك تقول وأدعو الله بفنون الدعوات كثير منكم أصلا يحفظ هذه العبارات هذا الدخول حتما كثير منكم يحفظونها أصلا بفنون الدعوات الدعوات لها فنون نعم لها فنون كثيرة طرق كثيرة كثيرة أقرأ لكم حديثا شريفا وأختم كلامي بهذا الحديث الشريف الحديث الشريف هذا في الكافي الشريف المجلد الخامس صفحة 316 عن أبي عامر الحذاء يقول ساءت حالي من الناحية الاقتصادية المالية وضعه افتقار تراكمت عليه ديون ساءت حالي فكتبت ذلك إلى الإمام أبي جعفر أي الإمام الجواد صلى الله وسلم عليه كتبت حالي إليه وضعه هكذا فكتب عليه الصلاة والسلام إلي أدم قراءة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه سورة نوح أدم قراءة هذه السورة يقول فقرأتها حولا سنة كاملة أن أقرأ هذه السورة فلم أرى شيئا وضعي كما كان فكتبت إليه أخبره بسوء حالي وأني قد قرأت إنا أرسلنا نوحا إلى قومه هذه السورة قرأتها حولا كما أمرتني ولم أرى شيئا شاهدي هنا فكتب عليه الصلاة والسلام إلي قد وفى لك الحول وأدعو الله بفنون الدعوات قد وفى لك الحول هذه السنة أنت قرأت سورة نوح هذه مقدمة كانت وهذه المقدمة قد تحققت الآن أنت تنتقل إلى الأصل هذه السنة هذا الحول وفى لك أنت كنت تحتاج إلى مقدمة لسنة تهيئة حصلت بهذه السورة لك خلال سنة لماذا العلماء يفسرون هذا المقطع بتفسيرات مختلفة بعضهم يقول أنه لعله لأنه في هذه السورة المباركة هذه الآيات المباركة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين لعله كان يستغفر لعله هي قراءة هذه الآية في السورة أو إجمالا هذه المدة صارت أنت الآن دخلت في أصل القضية فكتب عليه الصلاة والسلام إلي قد وفى لك الحول فانتقل منها من سورة نوح إلى قراءة إننا أنزلناها الآن خلص تلك المقدمة تحققت من الآن ابدأ قراءة سورة القدر قال ففعلته الراوي يقول ففعلته فما كان إلا يسيرا حتى بعث إلي ابن أبي داوود شخص فقضى عني ديني وأجرى عليه جعل لي راتب وعلى عيالي جعل عيالي راتب ووجهني إلى البصرة في وكالته شخصية كان تاجر كبير لعله ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلاق منطقة وأجرى علي بالإضافة إلى تلك الأموال السابقة وأجرى علي خمسمائة درهم بقية الرواية أيضا جميلة من أراد أن يراجع الكافي طبعا هو يكتب أنه بعد استشهاد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يكتب هذه القضية للإمام الهادي عليه الصلاة والسلام يسأل منه سؤالا آخر مرتبطا أيضا بهذه القضية شاهدنا وأدعو الله بفنون الدعوات بعض الأشياء تحتاج مقدمات هذه المقدمة تحققت بقراءة سورة نوح سنة كاملة مقدمة كانت عبارة الإمام جدا جميلة قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنها انزلنا طبعا من مصائب هنا نحن خلال 12 قرنا أننا محرومون من اللقاء بإمام زماننا هذا بلاء هذا حرمان كبير كبير لأن الذي يعرف تفاصيل هذا الكون هو بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء نحن محرومون وإن كانت كلمات آبائه الطاهرين كثير منها في عيدنا أنوار نستفيد منها وإن كانت ألطاف الإمام أرواح العالمين له الفداء أيضا شاملة لنا ولكن محرومون العيون محرومة من اللقاء من النظر إلى تلك الطلعة المحمدية العلوية الفاطمية صلوات الله عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر وهي أشهر الدعاء رجب شعبان شهر رمضان الأشهر المخصوصة بالدعاء الأشهر المميزة في الدعاء كل أيام السنة للدعاء ولكن هذه الأشهر لها خصوصية في الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم أن يقضي حوائجنا وأن يكشف همومنا وغمومنا وأن يسر أمورنا وأن يبعد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كل ظلم ومكروه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة